موسيقى السلام عليكم ورحمة الله الثامنة في تونس العشر في فلسطين في جديد الخبر الوطني صوت أعضاء مجلس النواب الشعب مساء اليوم على الميزانية المرصودة للبرلمان من مشروع ميزانية الدولة لسنة 24 و2000 والمقدرة بثمانية وثلاثين مليون دينار فاصل خمسمائة وثلاث وخمسين بتصويت طبعا مائة وتسعة مائة وتسعة عشرة نائبا مقابل احتفاظ ثلاثة بأصواتهم ومعارضة نائبين اثنين وخلال الجلسة العامة بمجلس وبالشعب اليوم التي خصصت لمناقشة مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة 24 و2000 استعرضت وزيرة المالية سهم البغدير نمصية التحديات التي تواجه الدولة التونسية الفترة المقبلة مؤكدة أن الدولة ستعتمد على مواردها الذاتية بالأساس لتحقيق استدامة المالية العمومية وتخفيف عرص الميزانية التقرير لوفاء داود بتكليف من رئيس الحكومة أحمد الحشاني حضرت وزيرة المالية سهم البغدير نمصية إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024 وزيرة المالية أكدت أن مشروع ميزانية تم العمل عليه في ظرف استثنائي بما فيه من إكراهات خارجية وداخلية إذ أن التوازنات المالية الكبرى في تونس بضغوط الناجمة عن تطور الوضع الاقتصادي سواء على المستمع العالمي أو الوطني وبينت التحديات عن الاختلالات الهيكلية التي تعرفها البلاد والحاجة الملحة إلى التسريع في تنفيذ الإصلاحات حتى يتسنى استرجاع الديناميكية الاقتصادية واستعادة الثقة في الأفاق المستقبلية أفاق مستقبلية يكون في مقدمتها تحقيق الاستدامة في المالية العمومية عبر إصلاحات قالت سهام البغديري نمسية إن الحكومة انطلقت فيها عبر برامج للإصلاح الجبائي وتنشيط الاقتصاد وتوفير مناخ جديد محفز للاستثمار وأضافت أن مشروع ميزانية الدولة يرتكز بالأساس على الموارد الذاتية من خلال التعويل على تحسين المداخيل الجبائية نحن نحقق مداخيل ميزانية تقارب 49.160 مليون دينار أي بزيادة تقدر بثمانية في المئة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 23 هي باش تتأتى أساسا من المداخيل الجبائية اللي احنا حددناها في مستوى 44.050 مليون دينار واللي هي تمثل ما يقارب 90% ولم تنفي وزيرة المالية التحديات التي تواجه ميزانية الدولة خاصة منها ارتفاع النفقات مقاررة بالمداخيل وفاتورة القروض التي يجب سدادها خلال السنة المقبلة والمقدرة بحوالي 25 ألف مليون دينار ما يستوجب والقول لوزيرة المالية اللجوء إلى موارد إضافية تكاليف إضافية إذن أول أول فعل في منظومة الدعم بتبيعها مع الوزارة التجارة اللي هي اليوم ساهرة على هذه المنظومة زادة الإفاء بتعهداتها والتعهدات متع الدولة تعرفوهم مليح تعرفوهم مليح التأجير التحويلات الاجتماعية النفقات دعم المواد الأساسية في نخر وهذا مش أنا أقول فيه قانون الأساسي للميزاني كل ذلك يعني هالدولة متكفلة بيه دورة راي ما تخليتش على دورها الدولة قائمة وتقوم بدورها وقالت وزيرة المالية إن الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية 2024 هي 2.1% كنسبة نمون متوقعة أما بخصوص فرضية سعر برميل النفط فقد تم تحديده ب81 دولار وذلك بالاستئناس بمؤشرات مؤسسات مالية عالمية وحول من وال التنمية المعتمد في مشروع الميزانية أفادت سهام البغديري نمسية أن الحكومة اعتمدت الرفع من جاذبية الجهات عبر أعداد خارطة جهوية للمنظومات الاقتصادية وتنويع اقتصادياتها وفقاً لما تتوفر عليه كل جهة أو إقليم من ثروات طبيعية وقدرات بشرية من أجل الرفع من قدرتها التنافسية وتحقيق تنمية جهوية عادلة ويتوصل النقاش في رحاب مجلس وبالشعب حول مشروع ميزانية الدولة للعام القادم ومقدارها أكثر من 77 مليار دينار بعد أن كان استؤنف اليوم برئاسة رئيس مجلس وبالشعب إبراهيم بودربالا وحضور أعضاء الحكومة والوفود الإدارية المرافقة لهم عدد نواب طالبوا بتغييرات جذرية في قوانين الاستثمار منها إسناد الرخص ومراجعة مجالة الصرف ليؤكد بعضهم أن هذه الميزانية ميزانية الاستثمار غير قادرة على خلق الثروة والنمو الاقتصادية إذ لا تتعدى 17% من ميزانية الدولة كما أنها لم تقدم حلول للفئة الأوسع في المجتمع التونسي وهي الشباب مع تأكيدهم أهمية التركيز على الانتعاش الاقتصادي للخروج من أزمة الاقتصاد الوطنية هناك رسالة واحدة لغير هناك شعب ينتظر ودفاع عن أرد بدلا من اليوم وحتى 26 من نوفمبر لقاءة إعلامية تعرف بقواعد الحملة الانتخابية وتفاصيل الانتخابات المحلية القريبة تعقيدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبر ولايات البلاد استهلتها اليوم بدائرتين الانتخاب تونس واحد واثنين بحضور المترشحين وممثلين عن المجتمع المدني والإعلام النقل لشراز الخادم قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وطرق تمويلها المجال الزمني لأنشطة الحملة وتركيبة المجالس المحلية هذه الأسئلة وغيرها طرحها اليوم عدد من المترشحين لانتخابات المجالس المحلية خلال يوم إعلامي بحضور أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعضاء إعلامي مع المترشحين والمجتمع المدني والسلع أولا هو أن نسمعهم أستنى وكم لاحظت برشة أسئلة في خصوص الاشكاليات التي لم تترحقوا قدامهم في علاقة بالحملة الانتخابية في علاقة بالتمويل فما حتى اقتراحات قدموهم وضحنا بعض المسائل التي ممكن كانت غامضة أو ذات ضبابية ممكن عندهم ضبابية في مسألة التمويل لأن فما خصوصية هي انتخابات محلية في عمادات لا تطلب حقيقة أموال كبيرة لا تطلب دعاية كبيرة فالإجراءات مبسطة فوضحنا أنها مسألة بسيطة على خلاف ما يعتقدوا أنها حسابية وتطلب إجراءات وشكليات كما مثل هذا اليوم الأعلامي فرصة لتقديم بقية المسار الانتخابي القائمة النهائية للمترشحين ستصدروا قبل يوم 1 ديسمبر من المفروض النجم أحنا أقبل خطر باقتصار الإجراءات وزادة أحنا والطعون وبطبيعة الحال ستنطلق الحملة الانتخابية يوم 2 ديسمبر إلى يوم 22 ديسمبر يعني 21 يوم وبالطبع يعني مبعتها فما صمت الانتخابي ويوم 24 ديسمبر يوم الاقتراع عدد من مكونات المجتمع المدني شاركوا أيضا في هذا اللقاء معبرين عن رغبتهم في إنجاح المسار الانتخابي سجلنا تساؤلات المترشحين شفنا معتها الإجراءات اللي بيش يقوموا بها معتها شو حقوقهم التمويلات كيفش بش تكون مثلا كحنا بش نكونوا ملاحظين خاطر الحقيقة دوروا كبير برشة اليوم المجتمع المدني خاصة في إنجاح الانتخابات المسار هذي وإحنا في المسار هذي نحن اليوم نحب دم جديد دم روح جديدة وإنجاح المسار هذي الأحقيقة هو إنجاح لتونس تونس الجديدة لقاء أول تم افتتاحه في العاصمة في انتظار تنظيمه بجميع ولايات الجمهورية إلى غاية السادس والعشرين من الشهر الحالي ليلتقي المترشحون بكامل أعضاء الهيئة أو بأحد أعضائها في لقاءات إقليمية وجهوية تهدف إلى تقديم المعلومة بأدق تفاصيلها وبصفة رسمية من أجل إزالة الغموذ والذبابية عن جميع المسائل المتعلقة بالانتخابات في شان آخر وسعيا لتشخيص واقع المنظومة المائية الوطنية والحلول الممكنة لتجاوز صعوباتها ومشاكلها مع تواتر سنوات الجفاف وحقيقة التغيرات المناخية نظمت اليوم وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري ندوة وطنية تناولت واقع شح المياه وثقافة ترشيد استهلاك الماء النقل لفرس بن سعد تشهد تونس نقصا في تساقطات الأمطار وجفافا متواصلا للسنة الخامسة على التوالي والسابعة في السنوات الثمان الأخيرة ما خلف تراجعا على مستوى الموارد المخزنة في السدود إلى نسبة 22.3% لتعاني بذلك تونس شحن مائيا أجمع الخبراء المشاركون في الندوة التي نظمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على أن الحل الأول لتجاوزه يكمن في ترشيد الاستهلاك حسب الميتيو وإن شاء الله البوادر التي تعلمتها قريبة لكن هذا لا يغني كون الوضع صعب ولا بد من أخذ كل الاحتياطات أول شيء هو تأمين الماء للمستقبل خاصة الماء السلح للشرب لأنه ما فيه شكلهم الحاجة الثانية ذكرناها هو كذلك التفكير في أمن الغذاء وفي زرعاتنا وفي أيضا ماشيتنا أولا موضوع الاقتصاد في الماء والتقليص من ضياع الماء في الشبكات الاقتصاد في الماء على المستهلكين المستغلين ثم نظرة أخرى تدعيم كيفية تدعيم الموارد المائية في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد كما تم خلال الندوة عرض أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الموسم الفارط والخطط العملية التي سيقع عتمالها خلال الفترة المقبلة وذلك لمزيد أحكام التصرف في المنظومات المائية وضمان الأمن الغذائي في ظل تواصل حباس الأمطر إشكال وطني يجب أن نسكولي تتحسس له وتجند له وتخدم عليه والمستقبل يجب أن يكون خطة كاملة كان يكون مبير النجم يستغلوها لأنه نربطوها بشبكات السونات وتحديد أبار أخرى لأنه نستغلوها عند الحاجة هذا كل تحذير ليس معناها من هولو الأمور من تحذير إنسان يجب أن يكون بريفونطيف يكون عنده الاستشراف ولا نعمل فيه كل نرى موشو غسارة يعني إن شاء الله نحن ربي يرحمنا أما نرى المستقبل ممكن أصعب ويجب أن الخطط منتعنا تتبدل حسب التغييرات المناخية من غير موارد جديدة اللي جنجة مجينة من تحليل مياه البحر بمعدات متنقلة بمحطات متنقلة مش تكون سنة صعبة صعبة جدا في الماء الصالح للشراب لأن الفلاح مش ياخذ أي ما بش يسقي بيه ومش يمشي ياخذ ما السوناد بش يسقي بيه وعلى الفلاحة لأن الأمن الغذائي ما نشمش نشمش نحكي وعلى أمن بما أنها الإنتاج مش ينقص والأسعار مش تزيد استعملوا الذكاء الصلاعي استعملوا الدرون والمجري سبكتران لخلوا الفلاح يعرف اللي شنية الأماكن ليستحق يعني فيها ضغط فيها سترس فيها سترس فيها نقص في المياه ويتحكم في كعملية الرئي بعد التطرق لكيفية تمكين المواطن من حقه في التزود بالماء الصالح للشرب ثم التعرض لسبل ضمان الأمن الغذائي تضمنت الجلسة الثالثة من هذه الندوة تأكيد المشاركين على أهمية دور الأعلام والمجتمع المدني في معاضرة مجهودات الدولة لتحسين التوعية في مجال ترشيد استهلاك المياه أكتوبر الأكثر جفافا منذ عقود سبعة عاشته تونس هذه السنة مع استمرار غياب الأمطار نصف نوفمبر الجاري وإن كانت مصالح الرصد الجوية تنبئ بقرب طهطولها هذه الأيام وأواخر الشهر الفلاحون عبر جهات البلاد وأراضيها الزراعية متخوفون من تأخر طول موسم الإمطار الحالية ومخاوفهم تدعو إلى التفكير في توفير مياه غير مياه السماء تستعمل للسقي والري الفلاحية النقل لحبيب العبيدي منهم من أعد الأرض وينتذر ومنهم من غامر وانطلق في مرحلة البذر والإنبات وإن تأخرت وفي البالي مخاوف من موسم آخر جاف قد يذيع وجهد نحو نصف مليون فلاح مع تواصل إنحباس الأمطار المعهد والوطني للرزد الجوي الذي قدر تراجع التساقطات في البلاد بنسبة 96% وفي بعض المناطق بنسبة 100% خلال شهر سبتمبر وأكتوبر ما جعل شهر أكتوبر الأكثر جفافا منذ أكثر من 70 سنة توقع نزول الغيث النفع أواخر هذا الشهر شهرين معناها يعتبر ومعناها فيهم نقص هام في كمية الأمطار بداية شهر نحن نتوى في النصف الأول من شهر نومبر بعض الأمطار ضئيلة ما كانتش عندها تأثيرات إن شاء الله ثم بوادر لرجوع هذا المرتفع للضغط الجوي على نحو المحيط الأطلسي وثم بوادر إن شاء الله في العشرية الأخيرة معناها لنزول الغيث فعليت أكثر بمناطق الشمال وبعض مناطق الوسط وحتى ثم أيضا حتى ببعض مناطق الجنوب أمطار متوقعة لم تبدد المخاوف من شبح الجفافة الذي كانت له أثار عميقة خلال السنوات ثلاثة الماضية على القطاع الفلاحية سيما مع تراجع منسوب مياه مخزونات السدود والبحيرات الجبلية بسبب قلة التساقطات والأمطار وإيجاد مصادر مائية جديدة بات من أوكد الأولويات وفق عدد من الخبراء اليوم السدود أقل من 24% معنا ذلك نقيمه بالمقارنة بثلاثة سنين لأخرى نلقى تراجع بمئتين مليون متر مكعب معناها قرابة تراجع بثلاثة الكمية وهذا اللي يخلي اليوم إزمة هيكلية نتع الماء معدتش مربوطة بركة بأنه تصب المطر لكن مربوطة بمنجاو نقوله أنا الحوكمة وسياساتنا العمومية تتحط على الطاولة واذاك عليش اليوم يلزم نعلنو حالة الطوارئ المائية اليوم يلزمنا نحل ملف المياه المعالجة وندعموا احنا الفين واربع وعشرين نربح وخمسين ستين محطة وكالخمسين وستين محطة نوظفوها لأعلاف ونوظفوها للزراعات لقادرة معناها تكون مطابقة للمواصفات باش نجمو نخفض الضغط على السدود وعلى الموائد المائية الأول شي هو تبديل السياسات افلاحتنا تتبدل اش معناها تتبدل تكون افلاحة مقتصدة في الماء الحاجة الثانية لابد من تثمين الماء اليوم باش نوصل العام الفين وخمسين عنا اكثر من ستمائة مليون ستمائة مليون نستغلوا منها كان ستة في المائة وهذا لابد من فلوس باش تحط كل فتال مشاريع هذه هي اربع وسببين الف مليار وهذا شي كبير على تونس لكن نقول قادرين باش نبوبوا وقادرين باش نربحوا على مستوى كن قطعة سهلة وكان كل قطرة نتعضيع نستحفظوا عليها نربحوا كما يوسي الخبراء بضرورة الانتهاء من المشاريع المحطلة ومعالجة مجلة المياه فضلا عن تفعيل كل ما ورد في الدراسة الاستشرافية لقطع المياه في افق الفين وخمسين التي عدتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع التركيز على مقاومة التهريب تكثف القوات الامنية جهودها على طول حدود ولاية القصريين مع الجزائر الشقيقة متصدية لكل ما يخل بالامن العام وتجارة الموازية وغيرها جهود امنية مكثفة على طول الشريط الحدودي بالقصريين حماية للحدود وللتصدي لمظاهر من شأنها ان تمسى بالامن العام كتهريب البضائع وسلع بمختلف انواعها والتصدي لدجارة الموازية النقل لندير طيبي على طول الشريط الحدودي بالقصريين تتمركز دوريات الحرس الجواني وتتضاعف الجهود لأجل حماية الحدود والتصدي لمحاولات تهريب البضائع بمختلف انواعها والحد من التجارة الموازية في سنة 2022 لحدود نهاية موفى اكتوبر سجلت مصالحنا تقريبا حوالي تم حجز بقيمة جملية حوالي 13 مليون دينار تمثلت اهم البضائع في ملابس جاهزة كاميريات هاتف جوال مواد غذائية زاد احجزنا ابقار ثم شوي ظهرت تهريب الابقار في تجار القطر الجزائري مصالحنا بالتعاون مع المصالح الأخرى سواء الزملاء في الحرص الوطني وان لما صالح الفلاح قاعدين نحاول نحد مظاهرها هذه في اطار معددتها الجهود الأمنية للتصدي للمظاهر التي تربك الأمن العام تم كانت المصالح الديوانية من حجز كميات كبيرة من المواد المخدرة بمختلف أنواعها على الحدود التونسية الجزائرية وتمكن في الاطار هذه من حجز كميات من مد زطلة يحاول المهاربين سواء ادخالها للتراب الوطني أو العبور بها نحو القطر الجزائري ويتقاطع عمل الحرص الديواني مع المصالح الديوانية بالمعابر الحدودية الستة التي تتوزع بين ولايتين الكيف والقسرين والتي تعود بالنظر إلى الإدارة الجهوية للديوان بالقسرين منها المعابر الحدودي بوشبكة الذي يعتبر ثاني أهم معبر في إفريقيا إذ استقبل خلال الأشهر العشرة الماضية ما لا يقل عن 850 ألف مسافر من وإلى دولس بالنسبة للعمل الأمني الموجود في المعابر نخدمه على أي حاجة في المعابر معناتها تمر ولا حاجة عن عوان الديوان يخدم 24 إلى 24 وعن العمل الميداني بالنسبة للحرص الديواني يخدم 24 إلى 24 مأمنين الحدود مكتب سياحي وتجاري في نفس الوقت يعني بمراقبة حركة التنقل المسافرين والعربات المعبر كذلك شهد في السنوات الأخيرة تطور ملحوظ من خلال نسبة تدفق المسافرين التي بلغت إلى حد أكتوبر 2023 قرابة 900 ألف مسافر وتعتمد مصالح الجوان تقنية حديثة ومتطورة في عملية المراقبة حيث تخضع الشاحنات التجارية إلى التفتيش الدقيقة عبر خلية الكشف بالأشعة إضافة للاعتماد على فرق الأنياب في تفتيش السيارات أين يتولى العاون القيام بالتفبت من التصريح البضائع حيث يقوم عند تمرير الشاحنات بتحليل الصور وهذا ما يعطينا في نهاية العملية إن كان تصريح مطابق هذا البضاء مطابق على التصريح فيتم تصريح على الفور وإن ثبتوا عدم تطابق فيتم تحرير محظر حاجز أمنين الحدود متاعنا ومحقين نتائج قتلك للورسات السنية استثنائية دجاء أهم مكتب لحدود هذا اليوم هو المعضر الحدود ببوشابكة عمل أكثر من 14 مليار تبقى الدوانة التونسية بمختلف اختصاصاتها وأسلاكها الخط الأول لحماية الاقتصاد التونسية بمكافحة التهريب والغش التجارية هنا بالحدود والمعابر وهناك بالموانئية والمطارات أربع وفاية وإصابات بخمس ولايات تم تسجيلها في تونس الفترة الأخيرة جراء فيروس حمى غرب النيل كما أفاد به المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة فيروس أكدت وزارة الصحة تطويقه باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة دعية إلى الحيطة بالتزام الوقاية المتابعة لإيمان بن عمر ومورد مزيود حزن غميق خيم عليها إثر فقدين فلدة كبدية الذي توفي بعد تعكر صحته جراء الإصابة بفيروس حمى غرب النيل تذكرت وتحدثت بكل حرقة عن المراحل العلاجية التي اتبعتها انتلاقا من استعجيل توزر وصولا إلى مستشفى سفاقص حيث خذها إلى التنفس الاستناعي ومنها تم إجراء التحاليل اللازمة احكيت معي طبيبا قلت لي يا مدام رأوا ولدك رأوا عندها حمى غرب النيل الحمى تنقلت عن طريق معناها نموسة معناها على طيور مهاجرة ولا نموسة الطفل مش غيبوب ومعقدوا يعالجوا في السخانة السخانة قاعدة تطلع وقاعدة تعمل في الكيس وهو معناها في غيبوبة هذه السيدة وغيرها من متساكن منطقة حامة الجريد التابعة لولاية توزر طلبوا بضرورة رفع الفضلات ومداوات الحشرات والتصرف في المياه الراجدة لتجنب مزيد الإصابات بفيروس حمى غرب النيل نحن في الحامة الجريد لدينا برشة إصابات لدينا عبادة وفاة صغار وكبار شباب ورضع يزمنا نقضو على نقاط السوداء والمياه الراكد مثلا الوادى يزوز كيلو متر نصف ويجي تدوي فيه وتحبس في كل بلاس وتعمل 50 متر ومنا 20 متر ومنا 20 متر ومنا لا نجموش نقضو فيها يلزم وين يتراكد الماء المرسط الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة وفي رده أكد تسجيل أربع حالات وفاة جراء الإصابة بحم غرب النيل مع تسجيل إصابات بكل من توزر وقابس والكيف وسوسة والمنسير ما أحداش إن حالة مؤكدة الويفايات واللي حد الآن سجلنا أربع حالات ويفايات ودينا في توزر وكذلك حالة في قبل توا اللي نأكدوا عليه من أربع نوفمبر ما فهماش أي حالة جديدة سجلناها ما فهماش حالة مشتبهة الانتشار متع فيروس غرب النيل بالنسبة للسناء هو انتشار ضعيف احنا قمنا بالتدخل الميداني وكثافة التدخل من جميع القطاعات لمقاومة الحشرات هو العوامل المناخية ليست ملائمة إلى تكاثر نموس كيف نعرفه ما عناش كمية أمتار صحيح الدرجات بتاع الحرارة مرتفعة ولكن ما فهماش أمتار هذك اللي خلى ما فهماش مياه راكدة هذا هذا وتنسي وزارة الصحة بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية لتفادي مزيد انتشار فيروس حم غرب النيل نجح طبي قيم جديد يحقيقه مرة تلو أخرى الفريق الطبي متعدد الاختصاصات بمستشفى فاطم بورقي بالجامعي بمدينة المنستير وقد زرع للمرة السادسة عشرة كابدا للصغيرة إسراء منقضا حياتها وفرحة والديها النقل لأسمى البراق على أمل أن تتعافى إسراء من مرض عضال طال كبدها تخضع إلى عملية زرع كبد تبرعت بجزء منه والدتها عساها ترى فلدة كبدها معافاة مجددا بفضل كفاءات تونسية محترفة في الطب الدقيق بالمستشفى الجامعي فاطم بورقي بالمناسير في هذا المجال رئيس قسم جراحة الأطفال الأستاذ لسعد سحنون صرح بأن هذه العملية تعد السادسة عشرة نجح فريق طبي متعدد الاختصاصات في إنجازها في إطار الشراكة بين مستشفى المناسير ومستشفى نيكير بباريس بنيها عمرها سبع سنوات وعندها مرض في الكبد مرض كرونيك اللي عند اللي قلق اللي معاش تجمع تعيش بالكبد وامها يتبرعت لها المريضة من مدينة سيديبوزيت وكانت تتبع تبعت في عدة مستشفيات ووقت معناها اللي زيكسبير والخبراء قالوا أنوزم مع بعضنا قررنا أنوزم بتعمل العملية تزارع كبدو شراكة بديت معناها مع أوبيتال دونيكير باري انفان مالاد والحق معناها كانوا معنا ووقفوا معنا بشوية بشوية بدنا نأخذوا خبراءات في البنش في الجراحة في العناية في التول كل ما وبراتيكم البنش والجراحة وجراحة الأطفال والعناية متع الأطباء متع الأطباء الأطفال ومبعديك بعض العملية كلها خبراء معناها الخبراء التونسية مية في المية تعاون تونسي فرنسي في مجال زرع الكبد يشمل إنجاز ثلاثين عملية ليحقق بعدها الفريق الطبي استقلاليته التامة والتي نهزت إلى حد الآن تسعين بالمئة كفاءات التونسية الموجودة في المستشفى جامعي فاطم بورقيبة قامت بنسبة كبيرة ومعتبرة من العمل الجراحي ومن بعد بالعمل الإنعاش الذي لا يستوجب حالات الأم المتبرعة والطفلة التي لا تتلقى العضو المزروع ومتمنى لهم زوز الشفاء عملية أخرى تزرع الأمل في نفوس العديد من الأطفال المرضى من تونس وخارجها ونجاح آخر يسجله المستشفى الجامعي فاطم بورقيبة نتيجة عمل تعضدت فيه جهود الإطارات الطبية وشبه طبية وإداريين من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية السيادة والأمن الغذائيا والاستثمار في الغذاء محاور دورة أولى من الصالون الدولي للصناعات الغذائية حضره مصنعون غذائيون ومستثمرون في المجال من تونس ومن سبعة عشر بلداً من العالم في مناسبة قيمة استغلها المستثمرون التونسيون في الصناعات الغذائية ليعقدوا شركات واتفاقات من أجل اقتحام أسواق جديدة النقل لمورادلبيا وسط مشاركة اللافتة للفاعلين الاقتصاديين في مجال الصناعات الغذائية وممثلين عن منظمات وهيئات حكومية وخاصة من تونس ومن سبع عشر بلداً من العالم اختتمت في الحمامات أشغال النسخة الأولى من الصالون الدولي للصناعات الغذائية هذه النسخة الأولى من الصالون مثلت بحسب منظميها فرصة حقيقية للمستثمرين تونسيين في مجال الصناعات الغذائية لعقد شركات ولقاءات هامة ومنطلقاً نساسياً للترويج للمنتوج التونسي عبر اكتساح أسواق جديدة حابنا قبل أول حاجة نقدم المنتوج التوسي مش المنتوج الأجنبي رغم لكان مطالب الحقيقة كبيرة من بلدين أخرى بشتقدم المنتوج انتحل احنا ركزنا على المنتوج التونسي المنتوج التوسي فيه المنتوج متع الشركات الخاصة وفيه أيضاً كل الشركات الوطنية اللي ساهمت في الدورة الأولى هذية ولي وقفتوا معنا ولي عاونتنا بش نجحوا صالون هذية بالنسبة لنا احنا بلغنا ريسينا وراينا قرد قدراتنا وصلنا لماعنتها بش نعملوا شراكة ايش قعد قعد برنامج العمل احنا توليوم عملناه برنامج العمل فيه كثير من المراحل وبنسبة لنا الهدف هو المرة السنة القادمة انو احنا كغلفة وطنية تخنى في المعرض هذية بش السنة القادمة نعطيه قصص نجاح بالأرقام الصالون الذي شارك في عاليتها اكثر من 150 عارضاً في مجال الصناعات الغذائية تخللته ثلاثة منتديات دولية حول مسائل تتعلق بسيادة الغذائية والامن الغذائي في إفريقيا والاستثمار والشركات الدولية والأسواق التصدرية الجديدة مثل ايضاً مناسبة لبعض الحضور الأجانب للتعرف على امكانيات الصناعيين تونسيين في المجال وعقد شركة هامة في الخصوص نحن ندرك ونافتون ثمة فرصاً وامكانية عالية جاءنا للحضور في هذا الصالون للتعرف على المنتجات المعروضة إلى جانب عقد لقاءات مع صناعيين تونسيين والأمر الذي أبهرني هو القيمة المضافة العالية التي تتوفر عليها المنتجات التونسية على عكس ما يوجد في بعض الدول الأفريقية الأخرى الصالون الدولي للصناعات الغذائية في نسخته الأولى مثل وفق منظمي فرصة هامة لعرض المنتجات التونسية ولعقد منتدايات اقتصادية بمشاركة مستثمرين وخبراء ومنظمات وهياك المهنية التي تهدف إلى تعميق النقاش حيال أحد أهم القضايا الرئيسية التي تشغل العالم ألا وهي إجاد الحلول الكفلة بتحقيق الأمن الغذائي في جديد الخبر الرياضي سفرت اليوم بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم باتجاه الملوي في رحلة عبر طائرة خاصة لملاقات منتخب الملوي ثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم الفين وستة وعشرين والتي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك رحلة المنتخب غاب عنها اللاعبان محمد علي بن رمضان المصاب وحمز رفيعا الذي تحصل على ترخيص لمغادرة تربوث المنتخب بعد أن رزق أمس بمولود جديد وكان المنتخب الوطني قد استهل مساء أمس مشواره في التصفيات بالفوز على سوت مي بربعية نظيفة بملعب راديس تغلب تراجي رياضي تونسي على ضيفه سبورتينج المكنين بخمسة وثلاثين هدفا مقابل ستة وعشرين في المباراة التي جمعتهما بقاعة الزواوي بالعاصمة لحساب الجولة الثانية عشرة من البطولة الوطنية لكرة اليد وبهذا الفوز يرفع تراجي رياضي رصيده في الصدارة إلى ستة وثلاثين نقطة محققا العلامة الكاملة حتى الآن وفي البطولة الوطنية للكرة الطائرة حسم النادي صفاقسي لصالحه كلاسيك الجولة الثانية الذي جمعه عشية اليوم بمضيفها النجم الرياضي الساحلي بالقاعة الأولمبية بسوسة حيث فاز النادي صفاقسي بشوطين الأول والثالث قبل أن يتمكن النجم الساحلي من الضفر بشوط الثالث الأول والثاني إذن قبل أن يتمكن النجم الساحلي من الضفر بشوط الثالث وهو أكثر الأشواط إثارة إذ انتهى على نتيجة أربعين نقطة مقابل ثمان وثلاثين في حين نجح النادي السفقسي في الفوز بالشوط الرابع منهينا لقاء لفائدته بثلاثة أشواط لشوط واحد نهاية الموعد الإخباري مشاهدين الكرام جديد الأخبار تتابعونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمسح الرمز الظاهر على الشاشة ومشاهدة أخبار التلفز التونسية مشاهدين بيت التونسيين سهرة رائق